لح نبدأ مساحتنا الصباحية ليا مع موضوع كتير رأهم بس ما كتير يمكن منعرف تفاصيله ومصطلحاته العلمية كتير منسمع عن الحمل خارج الرحم أو الحمل المهاجر لكن شو هي أسبابه؟ شو هي أعراضه والمضاعفات؟ وكيف يمكن أن يتعامل معه طبيا؟ هالأسئلة وغيرها رح نناقشة اليوم مع دكتورة سوسن محفوظ أخصائية نسائية يسعد لي صباحك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا خليلي ياكي صباح الخير دكتورة كيفك؟ الحمد لله مشكر الله الحمد لله دكتورة يعني نسمع وكننا نحكي تحت الهوى شو يعني الحمل المهاجر أو الحمل الهاجر خلينا نحكي شو يعني هذا المصطلح وشو يعني هاي الحالة اللي بتسيب السيدات بعد السيدات تماما هلا هو من اسمه حمل مهاجر يعني هو مهاجر لمكان تاني غير المكان الطبيعي اللي بيقعد فيه بشكل طبيعي طبعا الحمل أكيد ضمن الرحم نحن الإلقاح طبعا نسبته واحد لاثنين بالمية من الحمول بشكل عام أهم شيء بموضوع الحمل الهاجر هي التشخيص الباكر مشان نتفادى مشاكل كبيرة لقدام حمل الهاجر إنه نحن الإلقاح بيصير بين الالتقاء بين النطفة والبويضة بالأمبوب أمبوب فالوب وبيهاجر بينتقل بعدين على الرحم وبيعشش بقلب الرحم لما ما بيقدر بينتقل لقلب الرحم وبيعشش بقلب الرحم بيصير بعشش بالأمبوب وبالتالي بيسمى حمل هاجر كيف ما بيقدر؟ ما بيقدر لأنه في أسباب أهمة إنه نحن عندنا حركة أهداف معينة موجودة بالأمبوب هي اللي بتساعدوا على الانتقال هاي دي الحركة بتتأثر إذا كان في عندي التهابات خصوصاً الالتهابات الحوضية المزمنة لإلى علاقة أكتر شي بالأمراض اللي بتنتقل عن طريق الجنس السيلان الالتهابات مو الالتهابات النسائية العادية مشان ما تخاف المرأة بس فكرت إنه في التهابات معناتها أنا رح يسير عندي حمل هاجر إذا في عندي لولة بداخل الرحم ممكن يأهب كمان لهذا الموضوع حبوب منع الحمل إذا ما كانت منتزمة وربطت بأخذ الهرمونات ممكن تأثر كمان على موضوع والالتصاقات يعني إذا في قيسريات إذا في عمليات سابقة على البطن مثل الزايدة أو كيصد مبيض أو القيسريات هدون من العوامل المؤهبة لأنه حتى يسير عندي حمل هاجر بس مو كل مريضة عند هيدا المشاكل أنه أكيد لازم يسير عندها حمل هاجر فما بتقدر هيدا البويضة الملقحة أنها تنتقل على الرحم بتعيش داخل الانبوب طبعا الانبوب ما بيقدر يتسع لحمل الهاجر وبالتالي فيه اختلاطات بتصير يعني إذا ما تشخص بشكل باكر ممكن يتمزى هذا الانبوب يعمل ينزف داخل البطن أحيانا ممكن يكون نزف مهم يأثر على حياة المريضة نعم طب بمعنى حكينا شوي عن الأسباب من أن الأكتر عرضة خلينا نقول من النساء للحمل الهاجر يعني أنه ما كل حدا معه إلتهابات أو معه هاي المشاكل ممكن يسير معه في حالات أخرى عم تشوفيها عم تشاهدية عندها حمل هاجر هلا مثل ما حكينا أنه أكتر شي إذا في عندي إلتهابات مزمنة شديدة إذا في التصاقات شديدة ولا مريضة عامة أربع خمس قيصريات أكيد نحن قيصرية وراء قيصرية بتزيد الالتصاقات دائما من أكد على هذا الموضوع ووجود لولاب وجود سوابق حمل هاجر كمان هات بزيد فرصة أنه ممكن يسير في عندي حمل هاجر تاني فهدون أكتر الحالات اللي منشوفها عندهم حمل هاجر دكتوريا طيب كيف السيدة بدأ تعرف أنه عندها حمل هاجر ويمكن في كتير سيدات خلص أنه هنا نحامل ما بيراجعوا طبيب أو طبيبة لآخر فترة من الحمل تماما هذا سؤال كتير مهم المراجعة في بداية الحمل كتير مهمة لتشخيص الحمل الهاجر لأنه مثل ما حكينا إذا ما تشخص باكر ممكن يوصل لمراحل كتير سيئة هو حمل حمل طبيعي يعني الأم انقطاع بالطمس بتعمل تيست اختبار حمل أوكي إيجابي أنه خلاص أوكي مبروك حمل هذا الحكي بتشخص فقط على الإيكو أنه والله صار في عندها طبعا يفضل قبل ما يتوصل لمراحل أنه يصير في عندي نزف يعني النزف بيكون سبوتينك يعني تمشيحات مو أنه هذا النزف الشديد أنه والله أحيانا تهديد بالإسقاط راحت على الصيدلية لوحدة أخذت قبر التسبيت طبعا هيدا كتير من الأخطاء الشائعة بالهيدا مفروض ممنوع قبل ما نحن نشوف كيس حمل بالإيكو داخل الرحم أنه تاخد هيدا الأدوية لأنه كمان هيدا الأدوية ممكن تزيد من سوء الحمل الهاجر انقطاع طمس ممكن يصير في ألم أسفل البطن بجهة الحمل الهاجر ممكن يتوضع الأنبوب اليمين أو اليسار فحسب التوضع بيصير في عند الألم وتمشيحات السبوتينك نحكينا عنها بتراجع الطبيب طبعا على الإيكو نحن منصور ما شفنا كيس حمل واضح داخل الرحم نطلب تحليل هرمون البطا أش سي جي يعني ممكن المريضة ما شفناه ولا معناته هيدا بده يكون أنا عندي قيمة البطا أش سي جي فوق الألف وخمسمية مع إيكو مهبلي ما بين عندي كيس حمل حتى أنا شخص أنه في عندي حمل هاجر نعم دكتورة في علاج للحمل خارج الرحم مثل ما بيقولوا ممكن مثلا الخاصة الصبايا اللي إسا بعضهم ما جابوا ما أنجبوا هي الحالات تماما هذا شيء كتير مهم طبعا لأنه نحكينا أنه التشخيص الباكر بيؤدي أنه تفادي عمل جراحي طبعا العمل الجراحي ممكن يوصل لإستقصال الأنبوب بشكل كامل نحن منعالج بس شخص بشكل الباكر ميتوتريكسات نحن منعطيه أنه بيصبط نمو الجنين ومنراقب بعدين بنزول البطا أش سي جي ممكن نحتاج جرعة تانية ممكن تبعا نحس بجرعة حسب وزن كل المريضة أداش بدنا نعطيه إذا لاصم حلمت شخص بشكل باكر ووصل لمرحلة أنه أدى لنزف بداخل البطن فنحن ممكن عن طريق تنظير البطن أنه نحن ننظف هيدا الخسارات إذا أحيانا بيصير إسقاط بوقي يعني هذا الحمل بيسقط لقلب البطن بنعطي ميتوتريكسات وبيوقف هذا النزف وخلصنا هذا بشكل خطر على حياة المرأة طبعا لأنه في نزف يعني بيصير في خسارات كتير بقلب البطن وممكن نحتاج أحيانا لنا الذم إذا كان التمزق عوعاء دم مهم يعني لحطيه يتشخص وهيدا بيكون صار في عندي أنا نزف منيح بقلب البطن ممكن أحيانا نضطر نستقصى للأنبوب طبعا نستقصى للأنبوب لا يعني أنه ما عاد في حمل لأنه في عندي أنا جهة تانية سليمة بس طبعا بنكون حزيرين وننبه المريضة أنا ترجع التابع دائما لأنه مثل ما حكينا الحمل الهاجر ممكن يتكرر ممكن تخسر الجهة التانية أنه لا سمح الله إذا خسرت الجهتين أكيد ما بيعود عندي إمكانية لحمل طبيعي أنه وقتا منحول لطفل الأنبوب فالعلاج بميتوتريكسات إذا شخص باكران فنحنا دائما مندعي الحامل أنه أول الحمل راجع الطبيب لا تشخيص الحمل الهاجر دكتورة طيب نحنا إذا ما لحقنا بالمراحل الأولى ومثل ما ذكرتي ممكن بالمراحل المتقدمة جدا يسبب هاي المشاكل الكثير إذا صار إسقاط هل بيتكرر الحمل مرة تانية خارج الرحم أي أنه ممكن يتكرر بنسبة 5% أنه وله يرجع يتكرر الحمل عندي خارج الرحم بس أنه ممكن ترجع تحمل طبيعي وتصير فيه إنجاب طبيعي بدون أي مشاكل طبعا أكيد طيب فيها هلأ كل حد عم يسمعنا كل صبية مقبلة على الزواج أو حتى اللي حابة تفكر جيب والأداء تاني فيها تعمل وقاية من الحمل الهاجر يعني فيها تقي نفسها تراقب نفسها حتى ما يصير عندها هي المشكلة هلأ المتزوجات جديدة القليل ما منشوف عندهم إلا إذا عندهم سوابق جراحية نتيجة التهاب زايدة أو كيسة مبيض أو مشاكل تانية كانت جراحية لأنه هي من الأسباب اللي بتأدل هذا الموضوع عادة التهابات ما بيكون فيه التير عند العروس الجديدة ما عندي لولاب ما عندي حب مانع حمل هرموني فإحتمال الحمل الهاجر عندها بيظل أقل من النساء اللي عندهم إنجابات سابقة هلأ أهم شيء أكيد أنه نتجنب الالتهابات مراجعة الطبيب فورا بس تحس أنه في مشاكل هيدا ما تأخذ حب مانع من عندها بدون يعني خصوصا الخرباطة ممكن يوم أخذ يوم لا يومين بأقطعه تماما هي هي الإشكالية فدائما يكون هذا الموضوع تحت إشراف طبيب ومجرد يصير الحمل مراجعة نعم دكتورة من بعد يمكن العملية ومن بعد يمكن ما مشي حال أنه ما عاش الجنين تم الإسقاط نحن هون كادا كادرة شو المفروض ينعمل وكسيدة شو المفروض هي تعمل ما بعد هذا العمل الجراحي هلأ يعني إذا اضطرنا العمل الجراحي خصوصا إذا اضطرنا لاستقصال الأنفوب نحن بس بننصح السيدة منطمنا نفسيا أنه أنا عندي أمبوب تاني شغال ما في شي راح يمنع الحمل بنرجع بنحمل بس أهم شي إنه والله نحن نراجع ببداية الحمل مشان إذا لا سمح الله رجع صار حمل هاجر ما نخسر الجهات تانية أهم شي إنه تريح تلت شهر لست شهر بعد العمل الجراحي إذا نوت على الحمل وبعدين يرجع يصير حمل ما في شي تاني ولا أدوية ولا حيات يعني بتعيش حيات النظامية العادية خصوصا إذا نحن اضطرنا للعمل الجراحي وبالتنظير يعني عمليات التنظير كتير يعني الراحة بعد العمل الجراحي أو المشاكل اللي بعد العمل الجراحي بتكون قليلة غير إنه والله فتح البطن فهيدي يعني بترجع لحياتها النظامية عادية بس إنه نحن من إلا أنه نريحي تلت شهر لست شهر ندعمها بحمد الفوليك إنه ما مننصح النصائح ما تأخذ الأدوية بدون استطبابات طبيب ومجرد رجع صار حمل تراجع الطبيب مباشرة نعم نصائحك أخيرة بتوجهيها لكل حدا عم يحضرنا من ناحية الحمل الهاجر من ناحية الحمل الهاجر ما ناخد تسبيت من الصيدلية بدون استشارة طبية وراجعة الطبيب مجرد إنه صار فيه انقطاع بالطمس لتشخيص الحمل الهاجر باكرا بعدين معلش لو طنشط على الحمل ما فيه إشكالية بس لأنه هذا فعلا خطير يعني ممكن يؤدي حتى أحيانا فقدان حياة المريضة إذا صار فيه عندنا زف كتلي معالجة الالتهابات بشكل كتير منيح بس مو من حالة يعني بتراجع الطبيب لحتى يحدد إنه هيدا الالتهابات ممكن تسبب هذا الموضوع وما تختار هي مانع الحمل إنه تخلي الطبيب هو اللي يختار شو اللي بناسبة إنه ممكن يزيد فرصة الحمل الهاجر ولا لا نعم دكتورة نحنا كتير بدنا نتشكرك شكرا على المعلومات اللي قدمت لنا ياها دكتورة سوسا محفوظة خصائية نسائية شكرا كتير لقليك ويسعد صباحك وشكرا لوقتك اللي اعطيتنا ياه يلي عندك كتير عمليات أكيد شكرا كتير ويقوام الكل بالسلامة خليلي ياكل كلك الزور شكرا لقلك دكتورة ولوجودة كل المعلومات اللي اعطيتنا ياه شكرا لقلكون خليلي ياكل يا رب